السواحل اليمنية منطقة صنعاء بيسيطر عليها الحوثيون بيعلنوا من خلال منشور تحذيري بيقولوا فيه بيان من القوات المسلحة اليمنية جماعة الحوثي بيطلقوا على انفسهم القوات المسلحة اليمنية انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والاخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان اسرائيلي امريكي غاشم حيث المجازر اليومية والابادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمنية ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لاهلنا المظلومين في غزة ده البيان اللي صادر نارضة من جماعة عبد الملك الحوثي تعلن القوات المسلحة اليمنية انها ستقوم باستهداف جميع انواع السفن التالية واحد السفن التي تحمل عالم الكيان الصهيني اتنين السفن التي تقوم بتشغيلها شركات اسرائيلية تلاتة السفن التي تعود ملكيتها لشركات اسرائيلية يبقى مركب رفع عالم مركب بتشغلها شركة اسرائيلية مركب مملوكة لشركة اسرائيلية كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن تجنب الشحن على متن هذه السفن او التعامل معها ابلغي سفنيكم بالابتعاد عن هذه السفن ده تحذير من مين؟ من جماعة الحوثي او ميليشيا الحوثي او حزب يمني بيمثل نهاية طرفية لايران في اليمن جماعة الحوثي زيها زي حزب الله في لبنان جماعة الحوثي جماعة يمنية لكنها بتدين بالولاء والقرار لإيران هاتلي يبني خريطة من فضل هاتلي خريطة يبني عشان الناس ممكن لما يجيه بتكلم بقول ان اليمن القوات المسلحة اليمنية بتحذر السفن الاسرائيلية فحد يقول لي انت اليمن هتغذي باسرائيل هو يعني انا متأكد ومتوقع ان في ناس تسأل تقول انت بدء الحلقة بتقول لي بيان القوات المسلحة اليمنية ده اليمن عندهم مشكلة وعندهم حرب أهلية وعندهم مشاكل وعندهم فانت جاي بتقول لي اليمن بتحذر اسرائيل يا عم انت بتحذر لا انا ما بحذرش حضرتك ممكن تكون مش عارف اليمن موقعها الجورافي بيمثل ايه في حركة الملاحة العالمية اتنين ممكن يكون البعض مش عارف انه جماعة الحقوس موجودة فين على الخريطة موجودة فين في اليمن واخطر اخطر مكان هو منطقة القرن الافريقي يا ما اتكلمت عنها ويا ما كتبت عنها ويا ما قلنا عنها منطقة القرن الافريقي مش انا اللي يعني متفرد بقول لا القيادة السياسية في مصر لما قامت بانشاء وتتشين قاعدة برنيس البحرية جنوب اقصى جنوب شرق البلاد على البحر الاحمر تحت كان عين القيادة المصرية على منطقة باب المندب ترجمة نانسي قنقر